السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا كامل بخير اليوم جبت لكم طريقتي في تحضير حلوى المقروض كما تشوفو خدمتو المقروض تاع الشرق تاعنا يعني ندرت حوالي قنت اتتاع ثلاثة كيلو سمن خرجت لي هذا الكمية من الحجم هذا الكبير وفي الطهي تاعهم بديتهم للمخبزة هو اللي طالي اللي طيبهم لي يعني رح نشوفو مع بعض طريقة تحضير التقليدية تاع زمان زمان ان شاء الله معي بالنسبة للكيلة انا استخدمت هنا يا ثلاثة كيلو تاع سمن يعني حوالي ثلاثة كيلو لانه الكبيرة فيها كيلو ثمانية قرام وصغيرة فيها تسمية قرام انا استخدمت هذا الدلو تاع تشيش دقيق حكمتو غربلتو نحيتلو الرقيق وخليت تلات تشيش كما نقولو احنا الخشين نحبها الخشينة مظهر وهذا قشور الشينة اللي رح يعطيك نكهارة وعارة وعلى المقروض رح نفوتو مع بعض للكيلة بالنسبة للكيلة نتاعي انا نستخدم ثلاثة كيلة ثلاثة كيلة سميت تشيش اللي هو نستخدم الكيلة هذي تعال سمن مع كيلة سمن يعني نحكم هذا نتاعي نذوبو يعني من سخنوش بزاف نذوبو برقي قسمي ذوب ونعمر الباطاة ثلاثة مرات ثلاثة كيلات نحطه يعني كمية من القشور البرتقال المجفف يعطيها نكهار رائعة صدقيني جربوه وردو لي الخبر ثلاثة كيلات بكيلة ثلاث كيلات بكيلة ثلاث كيلات بكيلة ثلاث كيلات دقيق بكيلة اسمن وشوية ملح يعطي الوحة لالجو ما يجيش من السوس بعدها رح نحرك يعني مليح لهذاك القشور بشيء جنس لخالي تنتاعي انا هنا فقط للمعلوماتكم استخدمت القصعة هذه صغيرة كالبطة الكيلة المترجم الى البطا الكبيرة ثم اضع البطا الصغيرة و بعد اخلطتهم مع بعضهم ستشوفوا مع بعض معي بالتفاصيل هنا بعد ما ذوبت السمن انتاعي و درت الكيلة بما اني عمرت الكيلة انتاع دقيق فلازم حتى السمن تكون معمرا زيت لها شوية خالط من الزبطة مع الزبطة زبطة مارغارين مارغارين بحيث اني عمرت الكيلة الاغلبية سمن انا صراحة المقروض نحبه بسمن بعدها راح نبدأ نحرك نخلط السمن انتاعي مع الدقيق و راح نديره بيدية بحيث انه يتجانس كامل هذك السمن يتخلط مع الدقيق راح نقعد نحكو بيدي نحكو نحكو حتى نحس باللي خلاص تجانس و كل حبة تعسمي تراهي و متصط الكمية المناسبة لها من الزبطة وهنا لاستويس بتشتعرفي باللي سمن المقروض تاعك بمليح كي تقعد تلعبي به كما هكذا تخرج لك كورة تخرج لك كورة يعني حكمة روحة هنا معناها باللي يعني حكمة روحة هنا معناها باللي العجين يعني الخالي تاعك اراهو متناسق يعني لازل السمن مع لا دقيق بعد ما حركتوا مليح السمن انا بديت هنا نخلط درت زوج قرعة تاع مظهر وزدت زوج قرعة تاع تاع ماء من نفس الحجم من نفس الحجم تاع المظهر هنا الكمية تاع الماء على حساب سمية متاعك يعني عينك ميزانك هو لازم يجيك شوية طري لكن ما تبليش بزاف لانه إذا بليتيه بزاف خاصة إذا كان الغرس تاعك شايح رح يمشي لك الدقيق والغرس مش رح يمشي لك إذا نحاولي انه تكون كما الكسرة كما الكسرة للفطير هنا بعد ما درت المانتاعي يعني مظهر درت زوج قرعة وزوج قرعة ماء بنفس الكيلة يعني تاع مظهر درت يسمى ربعة قرعة زوج مظهر وزوج ماء وهنا خلطوا مليح خلطوا خلطوا قبل ما نعجنوا أنا نعجنوا صراحة نعجنوا عجنة خفيفة يعني نخلطوا مليح وبعد نعجنوا عجنة خفيفة وندير به حرابش نعطي لكم حرابشة واحدة أنا كانت هذه الكمية خرجت لي واحدة لثمانتعش من حرابشة نفتحها بها بطريقة وانا الغرس انتاعي كنت كنت درته معكم في الفروتيني كي رحت للمدينة بسكرة كنا رحينا الغرس وجهز وجهزته هنا نديره ثاني حتى هو على شكل حرابش على حجم الدقيقين ونغلق انا من نوع اللي نحب المقروض يعود معمر غرس ما نحبش يعود غير في الوسط نحب يعود كامل معمر نغلقه مليح وندوره كما نكوره بعدها ضروري انك تخليه يرتاح يعني على قد ما خليته يرتاح مليح حتى واذا باتلك نورمال انا خليته يعني مشي لدرجتي باتلي لكن خليته موتا طاويلة هنا بالنسبة للحرابشة بعد ما ارتاح مليح مليح كما قلت لكم راح نبدأ نفتحها هنا ملاحظة اذا كان اذا شفتي الغرس شوية شايح ما عليك غير تضغطي حاولي تضغطي كما نساعد نضغط حاولي تضغطي العجينة بشي يمشي الغرس هذاك مع العجين لانه اذا ادرتي هذة الطريقة و الغرس تاكيها بس راح يمشي لك غير العجين و الغرس راح يقعد لك كورة صغير يعني كورة خشينة في النص حاولي تضغطي العجين فقط يعني حاولي تتأكدي باللي للغرس راح يمشي لك مع العجين هنا نقعدنا نرولي فيه نرولي فيه حتى نتحصل على اسطوانة بالعرض اللي نحبها يعني اذا تحبيه تحبي المقروذتك تعد صغيرة رققي واذا تحبيها تعد شوية كبيرة شوية كيمانايا خشني شوية وانتي اكيد من التجربة الاولى يعني اكيد كي تجربي راح تعرفي الحجم اللي راح تديري يعني كي تطبعي المرة اللولى راح تعرفي اذا راح تزيدي ترققي ولا تزيدي اتخشني يعني كله على التجربة هنا كما تلاحظو اراني نحاول نخلي على استقامة واحدة باش كما نطبع ما يشقي نيجيني على استقامة واحدة باش تقود الخدمة متقونا لاني نطبع نطبع يعني نطبع بنفسه بطابع واحد ومشي نقصه يعني نطبع وم بعد نعود نحي الطابع ونزيد نعود نطبع في الاخير حتى نكمل باش نقص يعني مشي نقصهم بعدنا نطبع انتبنا انو فهمتوني هنا قبل لما نهز الطابع نتاعي نحاول اني نخلي المقروطي على الاستقامة يعني مستقيم من الجهتين من الحفتين جهة اليومنا واليوسرا كما راح تشوفو نعدله بالموز حتى تعود لي باش تعود لي الحب نتاعي مكعبة على شكل مكعب مستقيمة من جميع الجهات انا راح نخليكم يعني مع الصور تشوفو ورح نمروا بعدها للمرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قوصل وITT نفسك وقتنا ترجمة نانسي قنقر رح نبتنقص ونحط في البلاتو لكن قبل ما نحطه في البلاتو رح نحكم كل الحبة ورح نخدمها يعني نخدمها على حيطة بحيث نحيل هالعيوب كامل تاوحى كما تشوفوا الغرس را هو في كامل كامل الحبة يعني حكم لي من شرق للغرس في كامل كما تشوفوا الحبة راهية ما شاء الله مكعبة ومربعة كما تشوفوا نحكم يعني إذا شفت فيها باللي معوجة ولا فيها عيب رح نصلحوا بالموس بعدها رح نحط في البلاتو هذه هي نتيجة بعد ما كملت خرجوا لي زوج بلاتوات معمرين تقريبا يعني بلاتوات من حجم هذو الكبير استخدمت كما شفتوا معايا في البداية 3 كيلو خرجوا لي 300 حبة يعني بالتقريب 300 حبة ونقصة يا بلك من 10 حبات ولا يعني بالضبط بالضبط أنا بعثتهم للمخبزة خبزهم لي رح تشوفوا إن شاء الله رح ننعتلكم يعني في العقيقة إن شاء الله أنا هذا رح نديرو للعقيقة رح تشوفوه مع السلو في السحن إن شاء الله تكون طريقتي نفعتكم أفهمت عليها وإلى اللقاء رح تشوفوه مع السلو